أعلنت وزارة الموارد المائية والري استهداف تأهيل مصاقي بأطوال تبلغ 900 كم بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وذلك في نهاية شهر يونيو القادم أشرت الوزارة إلى أنه تم حتى تاريخ تدبير الاعتماد المالي لتأهيل المصاقي بأطوال 184 كم جاير تنفيذ 88 كم منها جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المصاقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية